هذا القمع الوحشي للتظاهرات على يد قوات الأمن ليس في إحدى دول العالم الثالث هنا فرنسا إحدى قلاع الديمقراطية والحرية في العالم منذ مقتل الفتاة ذي الأصول الجزائرية نائل مرزوقي صاحب السبعة عشر عاما في باريس ونفوس مشحونة بمشاعر الغضب على خلفية الحوادث المتكررة من الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين والمشوبة بمشاعر الكراهية في كثير من الأحيان وبحسب إحصائية لوكالة رويترز فإن أغلبية الذين قضوا على يد الشرطة منذ العام الفين وسبعة عشر كانت إما لأصحاب البشرة السمراء أو لمهاجرين من أصول عربية ست وفيات منها بين عامي الفين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين أحياء عديدة بالعاصمة الفرنسية باريس شهدت اشتباكات وحرق سيارات وصنديق قمامة وبدأ السياسيون ورياضيون شجب ما حدث ودعوا إلى فتح تحقيق في القضية اضطرت الداخلية الفرنسية للاستجابة له تحت ضغط الشارع الملتهب حيث بدأت شرارة الاحتجاجات تتسع في محافظات أخرى مدفوعة بالحوادث المتكررة ضد المهاجرين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقد اجتماعا لحكومته بعد أن باتت الأمور خارج نطاق السيطرة بسبب الغضب العارم على مشهد قتل الصبي حيث أطلق الشرطي النار على الفتى بشكل مباشر ومن مسافة قريبة على خلفية توقيف الضحية للاستعلام عن أوراقه الثبوتية والدة الفتى الضحية أكدت من جانبها أن العنصرية تتقف وراء مقتل ابنها واعتبرت أن الشرطي رأى وجها عربيا وأراد أن يقتله ماكرون الذي أصدر قانون احترام القيم العلمانية التي من شأنها أن تحترم الجميع بلا تفرقة على أساس اللون والدين والعرق يعاني تزايد حوادث الكراهية بعد صدور القانون محل الجدل بين الفرنسيين عبر مستويات عدة في ظل حوادث الكراهية والعنصرية المتزايدة لتخرج التظاهرات وتوجه صفعتها لماكرون وقانونه وعدالته الانتقائية